من القوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة غريب ثمانية والذي استمر لعدة أيام يأتي ذلك في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة الحرب الكيميائية مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مؤكبة التطور المستمر لمنظومة التأمين الكيميائي لتضاهي أحدث الأنظمة بكافة الجيوش المتطورة في ذلك المجال وفي سياق متصل تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة مركز التحكم الآلي للرصد البيئي والإشعاعي لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومعرضا يضم أحدث منظومات التأمين المتطورة في مجال الحرب الكيميائية والتي تخدم جهود التنمية الشاملة للدولة ودعم المجتمع المدني